موسيقى حلقة جديدة بتطلع عليكم من البرنامج الطبي الأسبوعي سيف أنت هلسي حلقتنا لليوم رح نحكي فيه عن الرضاعة الطبيعية ورح نستطيع دكتورة سارة سلام رزق حدثي كأخصائية بطب الأطفال والنافعين دكتورة بدنا نسألك شوي عن الرضاعة اللي هي كتير عالم بينصحوا فيها وهلأ منلاحظ الحملات الطوعية لحتى كل الأمات يردعوا طبيعيا واللي وللأسف ما عم نشوفها في كتير الأمات عم بيفضلوا يريحوا حالهم وما يردعوا طبيعيا بداية خبرنا شوي أدي هي مهمة الرضاعة رضاعة طبيعية هو أهم شيء معقول يصير لبيبي أو حديث بيبي حديث الولادة ونحن كتير كتير مننصح فيها للأهل هي كتير بتساعد أول شيء بتساعد الأم بتخفف الرزق أنه تكون يكسير عندها أوبازيتي أو سكرة أو حتى بريست أو أوفيريون كانسر بتخفف الرزق عند الأم وهي كمان منيحة للأم عند البيبي بتخفف الرزق كمان أوبازيتي أزمة أو الربو بيصير في عنده مناعة أحسن في بعض الدراسات بتقول أنه الأولاد اللي كانوا على بريست فيدينج بيطلعوا أزكى من غير أولاد كمان هي أول شيء ما بتكلفنا هي إفايلبل كل الوقت يعني أنا لما بدي هيدا الحليب موجود بتعطي الولاد كتير أنواع أنتيبوديز أو مناعة كتير مهمة لألون خاصة بهيد الفترة يلي بيكونوا فيها كتير صغار ومش ياخدين أي فاكسين فهي رضاعة طبيعية بتعطينا كمان كل أنواع النوتريينتس للولاد يلي بيحاجي لأله هي أحلى شيء معقول الأم تقدمه لطفل أول ما يخلق صحية دكتورة وقت الولاد أول رضعة إذا فينا نقول ما بيكون عنا حليب بيقولوا بيكون فيها صمغ بيقولوا أنه هيدا كتير مهم لنمو الطفل مظبوطة هالخبذية أو خبارة مظبوط هيدا شيء اسمه كولوستروم يلي هي مثل ما قلتها مثل الصمغ هون من قلة هي أول أول بارت يعني ما بيكون حليب الأم بعد مكون هي أول بارت من حليب الأم حليب الأم بده كذا يوم ليرجع يزيد الكمية تابعه لحتى كمان يصير حليب إذا بدك هيدا الكولوستروم هو كتير مهم البيبي لازم ياخده لأنه هو في بقلبه كل مثل ما قلت اللي مهمين لأله حتى لو كانت الكمية قليلة بس حتى لو كانت الكمية قليلة بس حتى لوان أم قال البيبي بيحاجة لأله الدل يعني بتعرفي لأنه الأم بتكون موالدة جديد ورضاعة يعني هي بروسس ما انه هين أبدا يعني صحيح هو مهم بس في عذاب يعني مش متل ما منشوفه بالأفلام أنه هالقدة هيني فيها واجع وفيها وقت عم تستهل كل الأم أكيد كله متل ما قلت أنه بيفضى هالولد لأنه عم نعطيه كل شيء يعني غزة كامل لأله بس قديل فترة الرضاعة اللي لازم الأم تحطي الولد على صدرة بس بنفس الوقت ما تتعبها لأنه أيام كتير عم بياخد يعني وقت كتير طويل الولد وعم تتعب الأم يعني هون كيف تشتغله بين الأم والولاد لحتى تضل تكفي ما توقف هو عادة لازم بكل فيد يعني أول البيبي أول ما يخلق لازم ياكل تقريبا كل ساعتين ثلاثة كل ما بدو يأكل لازم نحطه على كل جهة 15-20 منتز يعني بشكل عام فيها تاخد تستغرق من نص ساعة على 40 ديئة أكيد لازم نهتم أنه ما يضل البيبي نايم على صدر أمه كرميل هيك لحتى كمان الأم يكون في عنده وقت ترتاح كرميل هيك لازم نعمله استيميليشن لحتى كل هيدا الوقت يلي هو على الصدر يكون عم يأكل مش أنه نايم فجرميل هيك نحن نحبز أنه نظل نعمل استيميليشن تياكل مظبوط وينما مظبوط والأم كمان يكون في عنده وقت ترتاح بين فيدينج والتاني اسمع هيك لأنه منا شغلة هيني بالتعاد مظبوط طيب بنسبة للتتشاية هل هالشي علميا مسبت أنه لازم الولد يدشع بعد الرضاعة؟ ايه أكيد لأنه الولد بيعبه يمكن غازات بالطريقة اللي عم يأكل فيها يمكن بيفوت شوية هوا على ما عدته هو لما نعمله بيربينج أو انتشي كتير كتير بيرتاح لأنه إذا هيدا الهوا إذا بدك هيك بالعامة مثل ما عم نقول جمع جوه حيعمله مغز وحييد دايق فأكيد أحسن خاصة لما يكونوا بأعمار صغيرة أنه ندشيهم نساعدهم ليتدشوا طيب وقتا كمانا هيك من الأسئلة اللي بتسألها الأم يعني وقتا تكون عم بيرضع الولاد كيف منعرف إذا شبع لأنه كتير أيام بوقف وكتير أيام بيخفى ومنرجع من وعيه وما بيعود يأكل وبعد شوية بيرجع بيقوم بده يأكل يعني كيف هون الولد نقدر نعرف أنه شبع؟ أول شي البيبي بيبطل منحس عليه أنه بيبطل يبكي أو شوي بلش ينعس لأنه كمان شبع بس كل هيدا الشي أو كيف فينا نعرف أنه البيبي عن جد عم يأكل منيح هو لما نتأكد أنه عم يعمل كمية معينة من الستولز أو اليورين يعني مثلا إذا أنا عم غير مثلا تمانا كوش باليوم يكونوا كتير فيهم يورين هيدا الشي بيدل أنه ابني كتير عم بيكون هيدريتد عم بيكون جسمه فيه وماء يعني هو عم يتغذى بطريقة مظبوطة بينما إذا بالأربعة وعشرين ساعة غيرنا له كوش مرة بس أو اثنين هيدا الشي بيعني أنه ابني ما عم يتغذى مظبوط كمان الوزن كتير مهم لما ناخد الوزن ونتأكد أنه عم بيزيد هيدا الشي بيدل أنه كمية الحليب اللي عم يخدها البيبي عم بتكون كافية لنموه ولغزائه أكيد منشوف البيبي عم بيكون أكتف لازم يكون لونه بينك كل هيدا لازم يكون ألرت يعني مفتح عيونه أكتف كل هيدا الشي بيدل أنه أنا البيبي تبعي عم يتغذى منيح بس ولد مثلا يجي لعندكن بعد مثل ما قلت جمعتين ويكون منه زيد وزنه هون بتشكوا أنه في مشكلة وشو العمل يعني شو بتعمله بهيدا الحالة أول شي لازم نشوف وين المشكلة بالرضاعة هل هي الأم عم تعرف تردع هل البيبي بحاجة لبوزيشن تانية ما عم يرتاح فيها هل في أي مشكلة بالنبل كل هيدا الأشياء لازم نحنا والأم نجرب نوصل لنتيجة فيها بعد ما نجرب كل هيدا الأشياء ونتأكد أنه وين المشكل منجرب نحله وإذا ما كان في أي مشكل بهيدا الشي وبينما بس البرودكشن تبع الأم ما عم تكون كافية نتأكد أنه البيبي منو ديهايدريتد لأنه ما بدنا كمان ينشف جسمه بهيدا الحالة للأسف منضطر نستعمل بعض الحليب الإصطناعي أو الفورمولا لأنه كمان ما بدنا البيبي ينشف جسمه بس نحنا دايماً منلجأ لكل الطرق أو الأشياء اللي لازم نعملها تنجرب نكتشف السبب ونجرب نساعد الأم تنكمل الرضاعة الطبيعية لأنه نحنا كتير منشجعه هل بهالحالة وقت يكونوا عم بتاعته سبليمنت هل ضروري الأم تضل ترده لو بكميات قليلة هيك بيعطيه مثل مناعة للولاد أكيد لأنا بقول أنه حتى لو أن أم قال هيدا الشي رح ينفع البيبي ورح يعطيه مناعة نحنا قد ما فينا نعطي رضاعة طبيعية وأكتر قد ما فينا نشجعه لازم نعمل هيدا الشي لأنه بالنهاية الأشياء الاصطناعية بالنهاية الاصطناعية سو كل شي طبيعي أحسن للبيبي سبحان الله طيب وقتها مثلا يكوننا في ستات لأنه منعرف يكون عندها كمية كبيرة من الحليب وبتقدر تحطهم بالفريزر يعني بتقدر جمعهم لأنه الولاد بيكون اكتفائه قليل منهم قد المدة اللي ممكن مثلا نترك هيدا الحليب بالفريزر ونقدر نعطيها بعدين هيدا السؤال كتير مهم وكتير بيسألوني عنه بالكلينيك إذا كان الملك فريش يعني هلأ أنا عملت له إكستراكشن لأنه في أمات بيفضلوا خاصة الأمات اللي بيشتغلوا بيفضلوا يعملوا بومبينج وبيحطوه بالفريزر اللي يقدروا يلبوا أولادهم إذا كان فريش ملك فيه يضل على روم تامبرتشر أو فيه يضل على المجلة أبتو فورتو سيكس آورز يعني مش أكتر من ست ساعات بالبراد بيقعد أربعة أيام بينما بالفريزر بيقعد لحد الست شهر هلأ إذا كان حليب أردي محطوط بالفريزر من قبل وطلعناه بيقعد مش أكتر من ساعة على الروم تامبرتشر ومش أكتر من يوم بالبراد وما مننصح أبدا نحطه بالفريزر عن جديد هيدا الشي الأم يلي مثلا تشتغل أو بتعمل بومبينج لازم تكون على على عالم بهول الأوقات تما ينتزع كمان الحليب لأنه هيدا إتس باي جود سورس فور دي بيبي وما بدنا إياهون دعانهم تقولي دعانهم ما بدي كبهم وقتها مثلا نحط الحليب بالفريزر متل ما قلنا ونوقف رضاعة يعني مثلا أنا وقفت على ست شهر رضاعة بعد عندك تنقل كمية بالفريزر بدنا نستعملها يعني كأنه الولد رضاعة تنقل شهرين بقضونة مية بالمية بالفريزر متل ما قلت بيبي داينه ست شهر يعني إذا عندك سبليمنت فور سكس مور مونت يعني كتير منيح بالنهاية الرضاعة نحن من يعني الأمريكان أكاديمي أو في بيدياتريك بتقول إنه لازم نردع أولادنا لمدة أول سنة بينما بتقول لسنتين بس هو المفروض إذا قدرنا نردع أولادنا أول ست شهر هيدا الشيء عن جد بيكون كتير 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 منيح يعني برأيك الولد إذا رضاعة ست شهر بتعرفي مع يعني سرعة الحياة والأمات كلها بتشتغل وضغرة بتصير بعد ما تولد بدأ ترجع على شغلة كلنا بنعرف نمط حياتنا صار سريع هون بس بذلك لنصحيهم لست شهر يجربوا أدمى فيهم لو بدون يعمل بومبينغ مظبوط؟ مظبوط يعني عالقليلي أول ست شهر من الست شهر للسنة أدمى فيهم بعد السنة خلص فيهم يعني إذا هنن حبين يكملوا أو حبين يوقفوا هيدا شي بيجع للأمو للبيبي بس البيبي فيه يستغني عن حليب أمو بهيدا العمر بس ولد بيبلش أكل هل بيضل لزم يرضع لأنه الأكل بيعطيه كمينا الغزاء الكامل؟ نحنا لأنه ابتداء من الست شهر من ببلش السوليد فود إنترودكشن أو الأكل فبيبلش الأكل يعطيه الفيتامينز والمينرالز يلي هو بحاجة لألا كرميل هيك بيقدر يستغني شوي شوي عن حليب أمو بس بيضل أكيد ياخد كميات قليلة سفيع؟ هل الولد اللي بيأكل هون كمينا بيسأله لأمات هالسؤال بتخفي كتير نسبة شربه للحليب ولا بيضل بيعنده حاجة حتى لو مع أكله؟ لا بأول يعني من الست شهر للسنة منقول أنه لا بعده بيحاجة للحليب أكيد بكميات أقل لأنه الغزاء أو الفودي اللي عم يكلهم كمان عم بيكونوا عم يشبعوا بشكل أنه ما رح يتلبوا حليب زيادة بس بيضلوا بحاجة للحليب على القليلة للسنة بالنهاية الحليب فيه كمان كالسيوم وفيه إشياء تانية مش موجودة بالأكل فأكيد شوي شوي من ببلش نخفف الحليب بس كمان هنا بيحاجة لأله كمانا بعد سؤال هيك وقتها السبت بتكون عم بتردع هل فيه دايت لازم تتبعه؟ هل نظام غذائي لازم تتبعه؟ ولا فيها تاكل كل شي ما فيه مشكلة؟ لا فيه إشياء معينة أكيد بتساعد نحنا من إلا للبراسفيندينج مام أكيد أنه ما تعمل دايت يعني ما تمنح حالة أو ما تعمل دايت أو ريستريكشن على أي شيء بس أكيد منفضل أنه ما تشرب كحول ما تكون عم تاكل أو ما تكون عم تاكل دروميت أو لحمة نية تتجنب أكيد الدخان أو الأرقيلة تتجنب الكافيين جرب تاكل هلسي دايت يكون فيه بقلبة خضرة فواكة كتير فلويد أو سوائل هيدا الشي كله بساعد كمان للأم وللبيبي لأنه ما تنسى أنه البيبي عم يرضع من أمه يعني كل شي الأم عم تاكله عم ينتقل للبيبي وإذا في شي ضر الأم كمان حيدر البيبي وبحالات المغس كمانا نسمع أنه بقول للأم ما تاكل حبوب أو ما تاكل خضرة ممكن تعملك مغس هلها شي صحيح؟ هيدا الشي أنه فيه أكل أكثر من غيره بيسبب مغس نحنا منقول أنه تاكل من كل شي بس ما تزيد مزبوط أنه ما تزيد من أكل شي معين ما تاكل فصوليا كتير ما تاكل خضرة كتير الخضرة النية عادة بتعمل شوية نفخة ومغس وغازات منفضل مثلا منقلهم ياكلوها شوية خضرة مسلوقة منشجع ياكلوا الحبوب لأنه كمانا كتير مهمين فيه نوتريانت سمناح بس أكيد مش بكمية فارطة فيه كمانا بيقدروا ياكلوا القوت الناتس كل هؤلاء الأشياء بتساعد كمانا على إنتاج كمية أكبر من الحليب أوكي بدنا نتشكرك مثل العادة بنهاية حلقتنا ودايما مننصح ضم صوت لصوتك ومننصح الأمم دايما نردعه لأنه أقل أمراض بالمستقبل للولاد أكيد مشاهدينا وصلنا لختم حلقتنا تابعوني دايما بسيف أنتها شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة